سلام عليكم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو اللينك بيفصل. يعني هو اللي فصل الواحد فاطلعنا كده خلنا تايج. طيب اخي حاجة كنا بنجاوبها اه كانت فاريدة. ناس لحزة بس ده يصحبنا. يدخلو. بس فاريدة غالفة. فاريدة غالفة. ما احنا اه نتكلم على ستالي كانت بتقول. طيب اخي حاجة هنا كنا بنقولها اه قلنا ان الجغرافية كمان ليه علاقة بالخريطة. هتقف اجيدة? ناس. تلاقي ايوة. انا مش لدي الصفحة اللي انت بتتتكلم عليها في الكتاب بتاعك. ماشي يا لاند اصلاك كتاب ده غير اللي معايك يا لاند. لسه نشتغل ان شاء الله لما نبدأ في الدرس نشتغل من الكتاب اللي معايك. ماشي? دي بس كده ايه مقدمة بس تنقض كده سوا. فهتلاقي في اختلافات بس بسيطة. طيب يبقى هنا اخي حاجة كنا نتكلم عليها الخريطة. قلنا ان الخريطة دي لها علاقة طبعا بالجغرافية. لان هي بتوضح عليها تعرفك فين الاراضي الزراعية فين الاراضي الصحراوية. تعرفك كمين الخريطة? مكان الاماكن فيها مينة. يا ماشي. ايوة. حاضر يا رغدة خليك تجاوبي حاضر. طيب تعالوا بقى ننزل الاستقالة اللي بعد كده بيقول لك ايه? بيقول لك فكر كيف تؤثر. جغرافية المكان على الانسان. ازاي الجغرافية دي بتأسطر على الانسان? ايه نفس الامثال اللي احنا قلناها من شوية. طيب يلا يا رغد انت بدأي. تعالي كده نبدأ برقم واحد يا رغد. رقم واحد يا رغد هنا ايه اللي موجود فيها? انما كان ضع برع عن ايه? ضع برع عن مياه. فيها زرع وفيها مياه. ممكن نوصلها بأني شاطر. جين. برابا عليك. برابا عليك. برابا عليك. يلا يا سلمة. نعم يا بس. ماش يلا يا سلمة. سورة وليل احبار عن ايه صورة رقم اتنين يا سلمة. رقم اتنين احبار عن صح. شاطورة. ايه صورة اللي موجود فيها يا سلمة؟ اتمن. رغد عليك. تبوستليها يلا تعرفي. اه. تبو جالي شاطورة وستلي. اهي شاطر بس هو اللون قبيل بس عايدين فيش مشكلة اهي عمليك هتفويب اللونتين شاطر يا سلام تمام حلو ده بيت طيب صورة قم تلاتة يا احمد ابراهيم احمد ابراهيم يا احمد اه 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 سؤال رقم تلاتة اه جوابار عن ايه بقى اللي موجود في رقم تلاتة هنا تلج تلج مال برافو تلج طيب مناسبة لأي سورة عشان نوصلها بها يا دي تمام برافو عليك انا استفدت اي من النشاط اللي احنا نستحلينه حيلا دلوقتي مع بعض هنا بيوريك ازاي الجغرافيا دي الجغرافيا المكان بتأثر على الانسان يعني مثلا لو عندك مكان زي اللي جاوبه احمد هنا المكان ده عبارة عن جليد يعني ايه جليد يعني عبارة عن تلج فيه تلج طب المكان ده لما هو فيه جليد ده هيأثر علي هيخليني لو رحت المكان ده لازم ألبس جاكت والبس ملابس ايه ملابس تكون سقيلة ايه طب منا فعلا يا مستهو جغرافيا المكان الطقس بتاع المكان لما هو بارد وفيه جليد ده أثر علي خلاني ألبس ملابس سقيلة طيب لو مكان فيه زرع زي ما انت شايف هنا وفيه مياه يعني عندك مكان متوفر فيه مياه كمية كبيرة طب ما نستفاد من المياه دي وأزرع أستخدمها في الزراعة دي اللي وصلتها رغض من شوي يبقى جغرافيا المكان أصرت على المهنة بتاعتي أصرت على مهنتي وبقت بقى زي جار اللي عندي هنا بيشتغل ايه بيزرع لراضي الزراعية اللي هو الفلاح طيب بعد كده عندي ايه بعد كده عندي استحراء احنا طبعا عارفين استحراء وعارفين بيئة استحراء عاملة ازاي جو فيها بيبقى حاجة جدا الرمال بتبقى ساخنة الجمل هو اللي مناسب ان هو يعرف يعيش هناك يبقى انا عارفين خلال النشاط ده ازاي الجغرافيا المكان أصرت على الانسان طب يا سنة تانية احنا النهاردة تكلمنا عن قصة آدم وعرفنا الجحلة اللي آدم هيروحه هو وأسرته وتعرفنا كمان مع بعض على معلومات بسيطة عن الخريطة والجغرافيا نكمل ان شاء الله الحسطة جاية سنة تانية حد عايز ازألنا حاجة؟ لا ليش يا سنة تانية لا بي 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 بي